السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الاعزاء. اه ان شاء الله هنتكلم على الانكل جوينت. الانكل جوينت طبعا اه قبل ما نتكلم على اه منطية الانكل لازم نعرف انه فيه البون اللي بتكون الانكل جوينت وفيه مرتبطين بالانكل جوينت. اه اولا التكوين الانكل جوينت بيبقى عبارة عن اه العظمتين اللي عند اللي هما العظمة الكبيرة التبية ودي اه بون. ويجنبها الفيبلة. التبية والفيبلة بيكونوا مرتبطين بالانكل جوينت في والانكل جوينت والانفيريور تبيو فيبلر جوينت او الديستل تبيو فيبلر جوينت. اللي من اكتر واللي ليه علاقة بالانكل جوينت اللي هو ديستل تبيو فيبلر جوينت. اه طبعا الكونيكشن ما بين التبية والفيبلة. اه بنلاقي عندنا وفيه طبعا اه مصل كتيرة بتبقى التبية من جوة والفيبلة والانتر قصص من برين. اه من قدام اللي هما وراه ومن الجنب اللي هما مصل. لما نبص على الفيبلة طبعا هنلاقي ان الهيد او فيبلة. اه دي اه بيبقى حواليها عصب مهم جدا اللي هو تحت دي بتعملنا اه بون نزلة تحت اللي هي وبتبقى اطول من بتاعة التبية. اه وعشان كده بيبقى بتاع اقل من فيه طبعا فيه بتاع الفيبلة من تحت فيه عندنا اه اللي هي بتعمل مع العظمة اللي بتكونني او ما جازا احنا بنقول عليه اللي هي اه التيلس. اه بالنسبة للتيبية احنا شرحنا مع طبعا هنلاقي فيها اه اللي هي الميديا المالرس وبرضو فيها من الداخل بتعمل مع التيلس. اه احنا قلنا فيه جوينت مهم جدا مرتبط بالانكل جوينت فوقيه شوية اللي هو ما بين التبية والفيبلة وده نوعه او جوينت. اه بيبقى فيه بتعمله سابورت انتيريور تيبيو فيبلر ليجامنت ويه زي ما احنا شايفين قدامنا كده شكل الايه التبية والفيبلة طبعا هنلاقيها عظمة صغيرة وطويلة واطول شوية. اه التبية هي المين ويت بيرنج بون لما نبص على بتاعهم هنلاقي فيه اه فاسد اللي بتعمل مع التيلس. اه طبعا اه بعد لما لما نبص على الفوت هنلاقي بتنقسم الى تلات اجزاء فيه عندنا الريير فوت والميد فوت والفور فوت. الريير فوت اللي هي المنطقة الخلفية اللي بيبقى فيها التيلس والكالكنيس الميد فوت اللي بيبقى فيها الترس البون اللي هم عبارة عن النافيكولر وفيه قدامها الكينيفورم ولاترالي هتلاقي الكيوبويت طبعا. وفيه بعد كده عندنا الميتاترس البون وبعد كده عندنا الفالانكس اللي هي بيبقى فيه تلاتة فالانكس في كل توز معادة البيكتو بيبقى فيه تو فالانكس. اه الانكل جوينت بيتكون ما بين الميديا المالولاس واللاترال مالولاس وما بينهم التيلس. وده بنسميه تيلو كرورر جوينت وده اللي بيحصل فيه الدورس فليكشن والبلانتر فليكشن. بعد كده عمدنا الريير فوت اللي هي الارتكوليشن ما بين التيلس والكالكنيس. آآ ده اللي بيبقى فيه الساب تيلر جوينت اللي بيحصل فيه امفرجن وايفرجن. الانفرجن بيبقى حوالي اتنين وعشرين دجري والايفرجن بيبقى حوالي احداشر دجري النص اقل. آآ عشان آآ سبب مهم جدا ان اطول من فتمنع لي بتاع انه يبقى كبير. وكمان هنلاقي اقوى من اللاترال اللي هو من بره. اللي هو دايما بيحصل فيه انجريز. عشان بتاع بيبقى كبير فالرجل دايما ممكن تروح في ايه وده بيعمل على اه طبعا احنا لما نبص على التبية هنلاقيها اه الميديا بتاعت التبية مش بيلاقي فيها اه لأي مصل لكن بيبقى عليها لما الواحد وزنه يزيد شوية او اه يحصل يعني دايما يقف فترات طويلة ولا حاجة ممكن يحصل اه زي ورم كده في الميديا الاسبكت بتاعت التبية. اه لكن بتاعت التبية والفبولا دول بتوع اه كتير من المصل اللي هي اه بتتحرك حوالين الانكل جوينت. طبعا الشكل اللي قدامنا ده احنا زي ما شايفين. تمام بتاع التبية والفبولا وزي ما قلنا فيه بينهم بجوينت ده فيبرس جوينت او بنسميه سنتزموزش جوينت مش اه سينوفيا الجوينت بيبقى سابورتت بي لجامل. لما نيجي نتكلم على البون بالنسبة للانكل جوينت هنلاقي فيه عندنا التبية والفبولا وما بينهم التيلس. اه بالنسبة للفوت هنلاقي فيه عندنا اللي هي الكالكينيس والتيلس اللي ما بينهم اللي هو اه زي ما قلنا اه ة لساب تيلر جوينت وده بيبقى فيه اه بيحصل فيه الموشن بتاعة والائفيرجن والإفيرجن اه بيحصلوا في الفرنطال البلان الراوينت وعندنا الدورس طبعا بيحصلوا في وفي موشن بتحصل عندنا صغيرة جدا في اللي بتحصل في الترسل اللي هي ودي بتبقى ويه دول بيحصلوا في ال المد فوت او بيبقى طبعا في ما بين والتيلس وراها والنفيكولر والكيوبويد 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 مع بعضهم والكيوبويد مع بعضهم طبعا في عندنا زي ما قلنا تلاتة وكيوبويد دي واحدة بتبقى فيها جروف كبير بيعاد فيه التندون بتاع ال البرونيوس طبعا بيبقى فيه عندنا والفالنجيز لما نبص على الجوينت هنلاقي عندنا اللي احنا مجازة بنقول عليه اللي بيبقى بيحصل فيه فيه وقلنا اللي ليه علاقة اكتر مع الانكل جوينت اللي هو يبقى اذا عندنا اللي بيحصل فيه وعندنا فيه ما بين اللي هما آه ما بين وينا وا والكيوبويد والنافيكولر من تحت خالص هنلاقي فيه ما بين والنافيكولر وفيه انتر كينفورم جوينت وفيه الكيونو اه كيوبويت. يبقى احنا عندنا الترسل بون هنلاقي عندنا قدامها تلاتة كينفورم لاترالي اه واحدة كيوبويت. فبالتالي بيبقى فيه ما بين كل الجوينت دول. وطبعا ده بيحصل فيه زي ما قلنا وده بيبقى خالص حاجة بسيطة جدا بتحصل مع حركة ككل بيبقى فيه طبعا بيبقى عندنا الترسل بون والمتترسل في عندنا بين الانتر متترسل بون في جوينت وفيه متترسل جوينت وانتر فالانجيال جوينت وكل اه توز بيبقى فيه معادة زي وزي الصم بيبقى فيه اه واحد انتر فالانجيال جوينت. ده الشكل اللي قدامنا او اللاترال فيو بيبين لي الارتكوليشن اللي بتبقى ما بين الابون. فيه طبعا التبية والفبلة تحتيهم التيلس. يعملوا التيلو كرورل جوينت اللي بيحصل فيه دورس فليكشن وبلانتر فليكشن. وده طبعا بيتحرك كونفيكس على كونكيف. آآ وبالتالي هنلاقي في الابون بيحصل فيه دورس فليكشن حوالي خمسة وتلاتين ديجري. البلانتر فليكشن بيبقى حوالي خمسة واربعين ديجري. بين التيلس والكالكينيس. آآ فيه جوينت اللي هو بيحصل فيه امفيرجن واي ايفيرجن. آآ وقلنا طبعا الامفيرجن اكبر من واعرفنا السبب ليه? عشان الفيبولة بتبقى اطول من التبية. وعشان الميديا من جوه. بيبقى اقوى من اللاترال كولاترال ليجامنت. آآ وقدامهم طبعا قلنا اللي هو ما بين والنافيكلر والنافيكلر والتلاتة كينيفورم والكيوبويد دول اللي بيحصل فيهم وادكشن بيبقى في البرانسفيرس بلان الراوند الفيرتكال اكسيز وبعدين عندنا الميتاترسل والفلانجيز. مهم نعرف جدا احنا ان الموشن اللي بتحصل في الفوت طبعا بتحصل موشن موشن في عندنا حاجة اسمها وفي حاجة اسمها فوت. اللي هي الفلات فوت. الفلات فوت لما نبص على اي حد عنده فلات فوت هنلاقيه واخد الشكل بتاع عامل دورس فليكشن في يعني بيحصل تلاتة في كل الجوينت بتاعة الانكل والفوت بيحصل عندنا على مستوى بيحصل عندنا على مستوى بيحصل عندنا على مستوى بيحصل عندنا على مستوى او فبالتالي بيبقى عبارة عن وده الوضع اللي انت لو عملته هتلاقي نفسك محمل على بتاعة الفوت او القرش. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده والحطة دي مهمة ان دايما قلنا او الفلات فوت بيبقى معاها في النية جينوفالجام والجينوفالجام بيبقى معاها كوكسافارا. وطبعا بيبقى في يعني في العكس بقى سبينيتد فوت سبينيتد فوت بيبقى عندي بيبقى عندي بيبقى عندي بيبقى عندي تمام الوضع اللي كايني بحمل على او بنسميها هاي ارش بيبقى طبعا معاها جينوفيرام وبيبقى معاها كوكسافالجام وبيبقى معاها او في الباك مهم جدا نعرف المعلومات دي نعرف يعني ايه سبينيتد فوت ويعني ايه برونيتد فوت تمام احنا اه طبعا اه زي ما قلنا البرونيتد فوت ده اللي هو الفلات فوت وتلاقي فيه مصل اساسية بتمسك الميديا اللي انجتدنا لقارش عندنا اللي هي طبعا المصل دي بيحصل فيها فتلاقي الرجل دخلت فيه اللي هو دورس فليكشن مع مع اه طبعا اه الناس اللي عنديهم اه برونيتد فوت دول عاملين زي جمال كده زي خف الجمل تلاقي يمشي في اي ارض صحراوية كويس لكن لما يمشي على هارد سيرفس يحس ان رجليه اه واجعة الناس اللي عنديهم سبينيتد فوت بيبقى عنديهم هاي ارش وده بيبقى اه يعني اه بنقول عليه اه الارش بيبقى مرتفع وده بيمشي على هارد سيرفس كويس ولما يمشي في رملة او حاجة نعمة تلاقي رجليه كأنها بتغلز طبعا لما نبص على فيه الترس البون هنلاقي التيلس فيه اللي فوق اللي هو بيعمل اه مع بتاع التبية والفيبلة هنلاقي طبعا الهد وهنلاقي هنلاقي قدام من اللي قدام خالص هلاقي الهد وراها النك انتيرو ميدل وستيرو الفاسد تمام وفيه التيلس والاترال والميديال تيوبركل اه وهي دي اللي ارتكوليشن مع بتاع التبية والفيبلة الكالكينيوس هنلاقي الكالكينيال تيوبروس دي تمام والكالكينيال تيوبروس ده اللي هو بتاع التيندو اكيلس وهلاقي فيها لاترالو ميديال آآ بروسس من هلاقي عظمة برزة كده اسميها انت لو نزلت تحت التبية شوية هتلاقي في عظمة برزة في الكالكينيوس وهي اللي بتقسم لي بتاعي في حاجات بيبقى قدام وفي حاجات بيبقى بوستيرور آآ آآ دي بتبقى آآ عظمة آآ من ناحية الميديا الاسبكت آآ بيبقى المصل اللي قدامها آآ او اي معد قدامها يعمل لك دورس فليكشن وراها بيعمل آآ بلانتر فليكشن عندنا النافيكلر دي مستبرومناندبون تحت التبية تحط ايدك كده قدام شوية تلاقي في اه فيها نفيكلر تيبروس دي آآ ودي بيعتبر بتاع الميديال لونجوتيدان القرش وده آآ يخلينا نتكلم على ان احنا عندنا تلاتة قرشز في الفوت في آآ الميديال لونجوتيدان القرش وفي عندنا اللاترال لونجوتيدان القرش وفي الترانسفيرس قرش تلاتة قرشز دول بيدوا الفوت الفانكشن بتاعتها يعملوا شوك ابزوربشن ويعملوا آآ لود آآ ديستريبيوشن ويساعدوا في يعني انت وماشي بيدوك اندفاع لان القرشز بتبقى عاملة زي آآ سوستة من الناحيتين آآ وطبعا القرشز دي النافيكلر بيعملوا للترانسفيرس قرش عندنا الكيوبويد بتبقى لاتراليو فيها جروف بيمشي فيه بتاع او البرونيوس لونجوس هنبص على الشكل اللي قدامنا تمام هنلاقي اني آآ شكل الالبون من آآ او الفوت من واللي هي الناحية اللي على الشمال وعشان كده احنا شايفين التيلس تحتها الكالكينياس طبعا قدامها النافيكلر قدامها التلاتة كينيفورم لاترالي الكيوبويد وبعد كده فيه الميتاترسل لما نبص على الفوت نفسها من آآ ناحية اللي تحت هنلاقي طبعا آآ اللي واضح لي اكتر آآ طبعا قدام الكالكينياس فيه الكيوبويد اللي هي فيها الجروف وجنبيها تلاتة كينيفورم وجنبيها يعني شكل اللي على الشمال ده من والشكل اللي على يمين ده من آآ آآ اسبكت لما نبص على هنشوف الميديا اللي هنجتدون القرش اللي بتكون من كالكينياس وتيلاس ونافيكلر قدامها الميديا الكينيفورم والفرس ميتاترسل عاملين لارتفاع القرش الطبيعي اللي موجود عندنا ولما بيحصل فيه لص للقرش ده بنقول ان العيان ده عنده آآ برونيتت فوت او فلاد فوت تمام طيب ده عندنا بنشوف فيه الكالكينياس والكيوبويد ويه بنشوف آآ آآ ميتاترسل آآ طبعا الفيفس متاترسل هنلاقي فيه الستايلود بروسس ده كبير جدا بيبقى ماسك فيه التندون بتاع البرونيس بريفز ناس كتيرة آآ لما آآ يحصل لهم انجري في الانكل او اللاترال كولاترال ممكن رجله تلف زيادة او ينزل على رجله فتلاقي آآ يحصل افالجن لي آآ التندون بتاع البرونيس بريفز وده شكل اللاترال فيو وي اللاترال لونجتدونال آآ 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 تمام آآ الميتاترسل طبعا آآ بيبقى فيهم آآ البيز آآ البيز طبعا بيبقى آآ قريبين من بعضهم فبيعملوا آآ متاترسل جوين بيبقى فيه شافت وهيد طبعا الفيفس متاترسل قلنا مميزة عشان بيبقى فيها الستايلود بروسس اللي هو ماسك فيه التندون بتاع البرونيس بريفز اللي بيحصل فيه انجري لو واحد آآ نزل على الانكل او حصل آآ سيفير انجري آآ طبعا الفالانكس بيبقى فيها بيز وي شافت وي هيد زي الفالانكس بتاعة الهاند هنبصوا على الحاجات اللي قدامنا دي البروكسيمال تيبيو فيبلر آآ جوينت وده علاقته اكتر ناحية الني جوينت الديستال تيبيو فيبلر جوينت ولو بصينا هنلاقي ان الجوينت دي مس سينوفيا الجوينت لأ دي عبارة عن آآ فايبراس جوينت او بنسميها سيندز موز جوينت بيحصل فيها مينيمال آآ موشن وبيبقى فيها سابورت بي ليجامينت او فايبراس ليجامينت زي الانتيريور تيبيو فيبلر ليجامينت والبوستيور تيبيو فيبلر ليجامينت والانتر اوسياس ليجامينت جب انبصوا على الشكل اللي قدامنا ده اللي هو بيبقى آآ بيسميه المورتس او الكربينتر مورتس زي كأن خشبتين آآ معشيين في بعض يعني لو خشبة آآ محفورة من النص وداخل فيها خشبة ده هو شكل الانكل جوينت عشان كده فيه استابلتي عالية جدا آآ وطبعا ده اللي بيدي لستابلتي لان عليه ويت بيرين كبير وزي ما قلنا الموشن اللي بتحصل فيه آآ بتبقى دورس فليكشن وبلانتر فليكشن عشان كده هو هينت جوينت آآ يبقى اللي بتعمل سابورت ليه اللي اما الانتيريور تيبيو فيبلر ليجامينت والبوستيريور تيبيو فيبلر ليجامينت لما نبص على الشكل ده هنشوف الليجامينت دي تمام اللي بتعمل سابورت للديستل تيبيو فيبلر جوينت ومهمة مهمة جدا الاستابلتي بتاعته بعض الناس لما بيحصل عندهم انجري كآآ انكل اللي هو اللاترا الكوللاترا ليجامينت اللي هو الموستو كومل ان بيحصل فيه انجري ده ممكن ياخد شهر ونص ويخف طبعا المايلد والمودرات انجري آآ لكن بعض الناس لما بتلف التيلس آآ بنسبة كبيرة ما بين بتاع التيبيا والفيبلر ممكن تفتح ده وتأثر لي على الليجامينت اللي فوق اللي هي والانتيريور تيبيو فيبلر والبوستيريور تيبيو فيبلر وده بنسميه هاي انكل اسبرين وده للأسف بيعود فترات طويلة في العلاج عشان يتعالج آآ طبعا هنشوف اهو شكل التيلس قدامنا ادي آآ الهيد قدام خالص والنك وراها تمام وترك من فوق اللي بيعمل مع من مع بتاع التيبيا والفيبلاط. طيب آآ السيد المترجم الهيد قدام ليجامينت اللي هو اللي من الداخل احنا قلنا اي آآ بيبقى فيwie ميديا الكولاترا ليجامينت ولاترا الكولاترا ليجامينت فالدلتويد ليجامينت هو الميديا الكولاترا ليجامينت بيتكون من التبيو نافيكلر فايبر بتعمل اتتشمنت من التبيا ورايح للنافيكلر وطالما من التبيا ورايح للنافيكلر نتوقع ان يحصل عليه ستريتش امتى يعني النافيكلر ده قدام قدام التيلس فبالتالي بيحصل عليه ستريتش لما اعمل بلانتر فليكشن بعد كده عندنا التبيو تيلر والتيبيو كالكينيال التبيو تيلر يعني ما بين التبيا والتييلس في البستيريور أسبك يبقى انا اتوقع ان يحصل عليه ستريتش لما اعمل دورس فليكشن بعد كده عندنا التبيو كالكينيال التبيو كالكينيال طبعا لما انبص ماسك فين في الكالكينيال ماسك فيه الساستنتيكلم طلاقي قلنا العظمة اللي في النص اللي موجودة في الكالكينيال فانا اتوقع ان بيحصل برضو في الستريتش لما اعمل دورس فليكشن يبقى اتنين دورس فليكشن واحد بلانتر فليكشن البلانتر فليكشن ده اللي هو قدام التيبيو نافيكولر لكن لاتنين الدورس فليكشن اللي بيحصل مع الدورس فليكشن اللي هم التيبيو كالكينيال والتيبيو تيلر بعد كده عندنا اللاترال كولاترال ليجامين ده بيبقى تلاتة بارد فيه عندنا الانتيريور تيلو فيبلر ما بين التيلس والفيبلر ده من اللاترال اسبك زي ما قلنا وفيه عندنا الكالكينيو فيبلر وفيه عندنا البستيريور تيلو فيبلر هنلاقيهم هما الاتنين الكالكينيو فيبلر والبستيريور تيلو فيبلر وعشان كده دايما نقول في اللاترال كولاترال ليجامين لما بيحصل انكل اسبرين اللي هو اللي قدام ده اكتر واحد لانا دايما الرجل بتخش في بلانتر فليكشن وامفيرجن يعني اي حد رجلو تلف مثلا دس على حاجة او طلع على الصيف ولا حاجة تلاقي رجلو تاخد بلانتر فليكشن وامفيرجن وطبعا ده بيبقى المست انجريد بوزيشن وده بياخد لي انهو فيبر بياخد لي الانتيريور تيلو فيبلر يبقى الكلام ده اللي هنلاقيه فيه جدوى قدامنا دل تيلد ليجاميند قلنا عندنا التيبيو تيلر التيبيو تيلر بيحصل اللي هو بيبقى وارع طبعا بيحصل مع دورس فليكشن بيحصل مع طالما الدلتويد يعني من ناحية الميديا الاسبك تمام بعد كده عندنا التيبيو نافيكلر اللي هو اللي ما بين او الجزء اللي ما بين التيبيا والنافيكلر طبعا تيلر بيحصل لما فيحصل إي فرجن لكن عندنا الجزء بتاع لاتيرل كلاتيرال لجاميند دايما يحصل في انجري لما عمل ايه لما يعمل انفرجن لاتيرال كلاتير لجاميند لما يعمل انفرجن وزي ما قلنا عندنا الكالكينيو فيبلر جوينت الكالكينيو فيبلر ليجامنت والبستيرو تيلو فيبلر دول لما بيحصل دورس فليكشن هنلاقي ان بيحصل فيهم استريتش او يحصل انجريد بوزيشن لكن الانتيريور تيلو فيبلر ده الوحيد اللي قدام اللي هو دايما الانجريد بتاعته مع البلانتر فليكشن مع الانفيرجن لانه هو اللي قدام الوحيد وده اللي مصدو كومان انجرد بارد في اللاترال كولاترال آآ لجامل. مهم جدا طبعا نعرف ان دايما الموشن اللي بتحصل في الانكل جوين تو آآ موشن اساسيين. انكل والفوت. تو موشن اساسيين. نركز عليهم. مش بتحصل في جوينت واحد. بنقول ايه دايما? يا اما صوباي نيتد فوت. يا اما برونيتد فوت. يعني الفوت بتشتغل مع بعضيها كده. بيبقى برونيتد فوت او صوباي نيتد فوت. البرونيتد فوت قلنا كاني بحمل على وبيبقى عندي القرش مختفي. وده بيحصل نتيجة انه بيحصل عندي دورس فليكشن. دورس فليكشن قلنا بيحصل في السيدة البلان. بيحصل في بيحصل في بيحصل في الترانسفيرس بلان. آآ بيبقى آآ تلاتة آآ طبعا بيبقى التلاتة مع بعض ودي بنسميها برونيتد فوت. وقلنا الناس دول بيبقى رجلهم عاملة زي يخف الجمل اختفاء او النوع التاني من الناس دول اللي بيبقى عنديهم ايه سوباي نيتد فوت يعني بيبقى عندي هاي ارش. بيبقى العيان واخد شكل او الشخص ده واخد شكل ايه? والانفيرجن تمام? بيبقى كأنك محمل على وطبعا آآ سوباي نيتد فوت زي ما قلنا بيبقى معاها جين وفيرم وبيبقى معاها كوكسا فالجا معاها بوستيرول آآ بلفيك تلتينج آآ ده طبعا آآ شكل الفوت لما آآ يعني آآ نعمل آآ سيباريشن للفوت نقسمها قلنا للرير فوت والميد فوت والفور فوت. تمام? نفس الكلام الشرح ده طبعا موجود في البارت التاني من آآ جوينت اللي هو موجود عندكم في الداتا. تمنياتي لكم كل التوفيق ان شاء الله.